من ناحية أخرى استقبل مدبولي النائب الأول لرئيس المفاوضية الأوروبية للصفقة الخضراء فرانس تامر مانس لمناقشة عدد من ملفات تعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء وخلال اللقاء أكد مدبولي تخصيص مصر المواقع اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الهايدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لافتا إلى العمل على تحديث استراتيجية الطاقة في مصر من جانبه أشار تامر مانس إلى أن تداعيات الأزمة الأوكرانية فرضت على الدول الأوروبية تسريع وطيرة التحول إلى الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الحصول على الطاقة الخضراء